أصدرت وحدة متابعة وتنفيذ رؤية عمان عشرين أربعين ثلاثة دل استرشادية في إدارة الجودة والتمييز المؤسسي والدليل الاسترشادي للابتكار المؤسسي لجانب الدليل الاسترشادي لتطبيق منهجية التحسين المستمر لين رعى الحفل صاحب السمو السيدة دكتور كامل بن فهد السعيد الأمين العام بلمانة العامة لمجلس الوزراء الدليل الاسترشادي لإدارة الجودة والتمييز المؤسسي الدليل الاسترشادي لإدارة الجودة والتمييز المؤسسي ودليل الابتكار وتطبيق منهجية التحسين المستمر أدلة استرشادية أصدرتها وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان عشرين أربعين لتلامس منظومة الخدمات الحكومية وتستهدفاريض المستفيدين أطلاق الأدلة الاسترشادية الثلاثة التي شاهدناها اليوم هي من الأدوات التي ارتأت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان عشرين أربعين بموجب اختصاصاتها تقديمها للجهات الحكومية كدعم للجهات في ممارسات تتعلق بالقودة والتمييز المؤسسي طبعا الفعالية اليوم تعكس أيضا قانب جدا مهم وهي من أدوار وحدة متابعة تنفيذ رؤية 2840 فيما يتعلق بالشراكات الاستراتيجية وتمكن أيضا قطاع الخاص من الإسهام في تنفيذ رؤية 2840 إعداد الأدلة الاسترشادية يهدف لبناء وتحليل قاعدة بيانات أولية لجميع التقسيمات الإدارية في المؤسسات الحكومية وإنشاء قاعدة بيانات بأطر عمل لاعتماد دليل استرشادي شامل يسهل اتباعه قام بنك العز الإسلامي بالتعاون مع شركات عمانية تعني بمقال الابتكار والتمييز المؤسسي لتطبيق هذا المشروع وتنفيذ إصدار الدليل الاسترشادي للتمييز المؤسسي تضمنت الأدلة الاسترشادية مرحلة التخطيط وعقد حلقات عمل للعصف الذهني للخروج بدليل استرشادي حول الإختصاصات العامة وتصنيف المؤشرات الدولية ثم مرحلة التنفيذ من خلال إصدار الدليل الاسترشادي ومؤشرات الأدهى العمل في الدليل الاسترشادي هو ضمن إطار الاتفاقي الموقع بين شركة تنمية نفط عمان ووحدة متابعة في ثرويت عمان 2040 لرفض القهات الحكومية بمدربين متخصصين في مقال التحسين المستمر ومن ضمنها هذا المخرق الدليل الاسترشادي بعد هذا الإصدار يتم تعميم الأدلة الاسترشادية على المؤسسات الحكومية ليتم إعادة هيكلة التقسيمات الخاصة بالجودة حسب ما جاء في الدليل الاسترشادي والعمل به وفق المستهدف من المؤشرات ثم المتابعة والتقييم للنتائج المحققة في المؤسسات الحكومية إطلاق الأدلة الاسترشادية يشكل جزءا من جهود متكاملة تهدف إلى تحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وضمان نجاح هذه الأدلة وتحقيقها للأهداف يرتبط بإيمان الجهات الحكومية بأهميتها كأدات لتحقيق الجودة وتحويلها إلى ممارسات عملية كما ذكر في حفل هذا التدشين إبراهيم بن سالم الهادي محافظة مسقط